اشهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكية ما مكن فريق الحرس الملكي من تحقيق الإنجاز المشرف لمملكة البحرين بوصوله إلى أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل ذرست جاء ذلك خلال اللقاء الطلابية الذي نظمته الوزارة باستخدام تقنية الاتصال المرئي مع فريق الحرس الملكي برئاسة الشيخ محمد بن حمد الخليفة وحضره عدد من المسؤولين والمختصين وأكثر من ثلاثمائة من طلبة البرنامج الصيفي ومركز رعاية الطلب الموهبين وقد شار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على إطلاع أبنائنا الطلبة على ما يحققه بلدهم البحرين من إنجازات مميزة وتعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بتلك الإنجازات لتكون حافزا لهم على أن يسيروا سيرة هؤلاء الأبطال الذين بلغوا أعلى قمة في العالم وتحدوا السعاب وأشر الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء الأندية الصيفية بهدف السعاب الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية بتوفير البرامج والفعاليات والورش والأنشطة بإشراف من الأساتذة المختصين مؤكدا نجاح هذه التجربة التي استمرت على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة حيث تم تنظيم عدد من البرامج والفعاليات عن بعد وقد تم خلال اللقاء تاحة الفرصة للطلبة لطرحي أسئلتهم على أعضاء الفريق حول تجربتهم في تسلق قمة جبل إبريست انطلاقا من توجهات الكريمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البياد مفدى حفظه الله وكذلك اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بأهمية تعزيز روح الانتماء والقيم الوطنية لدى أبناءنا الطلبة وكذلك ايضا الاهتمام بكافة البرامج التي لها دور كبير بتحفيز الطلبة ورعايتهم وأعطاهم النموذج الأمثل للمواطن البحريني كان هذا اللقاء الذي يعتبر انجاز من ضمن عهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الذي ولله الحمد للانجازات في كل موقع وفي كل مجال اليوم بفضل اهتمام ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم تنسيق هذا اللقاء مع أبطال مملكة البحرين حتى يعطون تجاربهم وأيضا الخبرة التي اكتسبوها لذلك تم تجميع العديد من الطلاب سواء مركز رعاية الموقوبين أو الأندية الصيفية أو غيرها للتقاء بهذا النموذج البحريني المشرف في الواقع أن الأنشطة في وزارة التربية والتعليم بكافة أنواعها تهدف بشكل أساسي إلى إطلاع ابناءنا الطلبة على المستجدات وتنمية قدراتهم ومعاهبهم واليوم هذا نموذجا مشرف نتمنى أن يستفيد منه جميع ابناءنا الطلبة والطالبات والله ولي التوفير في البداية أحبت أشكر سعادة الوزير التربية والتعليم على استطافاتنا في الوزارة يعني هذا شيء يبين أن الناس في البحرين كلها مهتمة في ذي الموضوع إنجاز تاريخي للبحرين وصول فريق بحرين أفرست أعلى قمة في العالم نرفع عالم مملكة البحرين وإن شاء الله بيكون في لقاء مع طلبة تقريبا 500 شخص أو أكثر في المستخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجب أن تشفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة